السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف السيدس الابتداء إن شاء الله النهاردة سنبدأ في أول دروس المنهج Time for English المنهج الانجليزية في ساكن ترم الترم الثاني يونت سيكس نبدأ بيونت سيكس الواحدة الستة هي The School Concert كيمت سكول عارفين بمعناها مدرسة أما كيمت كونسرت حفلة موسيقية The School Concert حفل المدرسة الموسيقية كونكارت ولا صنصرت هنا سي كا وهنا السي سا The School Concert The School Concert أول درس يكون وقت المحادثة الكلمات التي لدينا كلمات النهاردة سهلة جدا إن شاء الله كمت أول درس درس المحادثة زي ما قلنا أول كلمة كمت كونسرت كمت كونسرت كونسرت حفلة موسيقية The Music Room عرفينها من زمان وهو حجرة الموسيقى The Music Room Bass هو The Contr Bass زي الألة الموسيقية Bass هو The Contr Bass وهو الألة الموسيقية شبه كمانجا بس كبيرة جدا وفي أن هذا Bass هو الألة الموسيقية تشبه كمانجا لكن طبعا أكبر من كمانجا Help يساعد أو مساعدة Help يساعد أو مساعدة Get Ready يستعد أو يجهز Get Ready Get Ready For يستعد أو يجهز لي Get For active vocab الكلمات اللي اخذناها بكده كيمت تشور بالتأكيد او متأكد what ما او ماذا كيمت تفهم what what over there هناك over there by the window by the window بجانب النفذة by هنا معناها بجانب او بجوار لكن by هنا by myself بنفسي منفردي لوحدي by myself so جدا او ذلك او ممكن تيجي معنى لذلك so لذلك او ذلك او جدا so لما قلوا مثلا I'm so happy انا سعيد جدا heavy ثقيل دي صفة heavy ثقيلة عكسها light خفيف here هنا عكسها there هناك here and there هنا وهناك look out حتى تقول watch out look out here watch out يعني احترس احذر انتبه خلي بالك watch out look out behind حرف غرر خدناه في الترم الاول بمعنى حرف غرر خلف او وراء behind box صندوق box الافعال اللي قدت في المحادثة الافعال بتصريفاتها conjugation of verbs تصريف الافعال احنا عرفين افعال ايما regular او irregular افعال منتظمة افعال جير منتظمة الفعال المنتظمة يا شباب اخر اي دي او دي في الماضي زي الفعال help يساعد ماضي help it ساعدة مش هلبد هنا الاي و الدين اطهم ته كأنهم ته الصوت ته helped help helped clean cleaned clean cleaned ينظف نظفة لما اقول clean برضه ينظف نجار up لكن clean up على بعضها يعني ينظف المكان كله ينظف المكان كله مثلا clean up the music room ينظف غرفة الموسيقى كلها لكن مثلا clean the board يعني ينظف الصبورة بس clean the door ينظف الباب بس clean the window ينظف الشباك بس لكن clean up ينظف المكان كله move يتحرك او ينتقل او ينقل move moved 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 lift lifted lift يرفع غير left lift بال e معناها يسار الشمال يعني من ناحية الشمال او الجهة اليسرى او الماضي بتعليف leave you gather lift غادرة هنا بال eye lift نفرق بالlift و left lift يرفع lifted رفعه الى فعال الغير متاثمة اللي شكلها في الماضي يتغير او فيها فعال متغيرش زي ما هي متغيرش في الماضي زي الفعال put يرفع او يضع ماضيه put put ماضيه put يضع وضع اما get ماضيه got get ready for اما get ready قولنا من شوية ما هي يستعد او يجهز لي get ready ماضيها got ready استعدها وجهز لي take a pass minute talk yep with akhada go on yahdoth yahdoth حسو كيمت happen برضو yahdos happen yahdoth go on go with a went المحادثة النهاردة طبعا بين mona kareem and miss nadia كريم اه الطبق بتاع المحادثة in this conversation in today's conversation في محادثة النهاردة in today's conversation في محادثة اليوم كريم is cleaning up the music room كريم بنظف غرفة الموسيقى to help his teacher يساعد مدرسه to get ready for the concert الذي يستعد او يجاز الحفلة مونا wants to help him مونا عوزة تساعده حنشوف الى قرف المحادثة picture number one اول صورة مونا بتقول hi kareem اهلا يا كريم طبعا يعرفين هنا كريم أبلها كما شايفين هنا كما أبل كريم كما ما نهايه اهلا يا كريم what are you doing what are you doing ماذا تفعل what are you doing هنا ing في do عشان في are ماذا تفعل في تعمل ايه والله I'm helping مثل خالد clean up the music room I'm helping هنا helping بال ing عشان سؤال فيه doing والقابة فيها طبعا am احنا عارفين ان am او is او are بعدما نفعل في ing I'm helping مثل خالد clean up the music room أساعد الاستاذ خالد في تنظيف حقرة الموسيقى clean up the music room he is getting ready for the concert he is getting ready for the concert هو الوهمين مثل خالد is getting ready قلنا is بعد الفعل في ing he is getting ready for the concert هو يساعد للحفلة الموسيقية بتقول له can I help you عشان اعرض مساعدة اللي اعرض مساعدة على شخص سأقول له can I help you هل يمكن مساعدتك او ممكن اقول له do you want some help هل تريد اي مساعدة عاوض اي مساعدة يبقى عشان اعرض مساعدة الساعد واحدة اقول له can I help you او do you want some help ولا sure بتأكيد sure you can move the pass you انتي تستطيعي you can move يمكنك يمكنك ان تنقلي the pass pass you can move the pass يمكنك ان تنقلي the pass بكم الكلام يقول له put put ما نهاي يضع لكن الفعال اللي ميقف اول الجمرة بيكون فعال امر يعني ضعي ضعي put it over there by the window ضعي هناك it تعيد على الكنتر باس ده put it over there by the window ضعي هناك بجانب النافذة طبعا هي بتشيل الكنتر باس طبعا بس طلع تقيل طبعا وازو تقيل I can't بتقول I can't lift it by myself I can't lift it by myself can't معنا لا أستطيع lift أحمله lift it it اللي هو كنت الباس I can't lift it by myself أنا لا أستطيع أن أحمله بنفسي بتكمل كلامه هنا وتقول له it's so heavy it's so heavy إنه ثقيل جدا سو منا جدا ولا here I will take it apostrophe LL يعني will سوف I will take it سوف أخذه طبعا هو بيأخذ الكنتر باس وراء منه فيه كارتونة فيها آلات موسيقية بس هو طبعا مش هفة بتقول له look out طبعا look out or watch out احترس look out احترس there is a box behind you يوجد صندوق أو كارتون خلفك there is a box behind you نأخذ بالهم ترتيب الجمل there is a box behind you there is a box behind you يوجد صندوق خلفك طبعا الكلام ده جاء متأخر فهو خبط فيه أو كعبل في صندوق وعال آ طبعا لما خبط في صندوق طبعا بعد ما هي الدنيا تكركبت وحصل فيه miss فوضى في الفصل جاء المس نادية نادية بتقول what's going on in here طبعا الوضع مش عقبها في دربك وفي فوضى miss في الفصل miss معنى فوضى m e s s في فوضى الفصل جاء بتقول what's going on in here ماذا يحدث هنا احنا قلنا go on يحدث in هنا in here معنى على بضاء هنا what's going on in here ماذا يحدث هنا بيقول لها we are cleaning up we are cleaning up we are cleaning up نحن ننظف دي المحادثة بتاعت النهر نقرى هتين بسرعة hi karim what are you doing I'm helping مسخير clean up the music room he is getting ready for the concert he is getting ready for the concert oh he is getting ready for the concert can I help you sure sure you can move the bus put it over there by the window oh I can't lift it by myself it's so heavy here I'll take it look out there is a box behind you what's going on in here we are cleaning up what's going on in here we are cleaning up what's going on in here I will exercise on the meeting choose the correct answer from A, B, C, or D number one Hoda is number one Hoda is her mother bake some cookies her mother her mother her mother in a cup of cookies playing her mother is playing her mother is her mother helping to help doing it's of course Hoda is helping her mother to help her mother her mother number two I can't I can't I can't the bag it's so heavy it's so heavy and it's thin I can't lift fly see climb we can choose the correct answer according to the meaning I can't I can't I can't I can't I can't lift I can't lift I can't lift number two Peoples 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 can't sing at school Peoples can't sing at school we are Peoples Peoples is التلميذ يستطيع أن يغنوا الغناء يكون في شاب محل المدرسة حفظ الموسيقي المدرسي حفظ الموسيقي المدرسي طبعا يغنى في الحفظ الموسيقي المدرسي محمود محمود is ready for the cancers يستعد أو يغنى في الشيء get ready getting ready gets ready are getting ready كلهم ما نعبنا يا سعد لكن لو بصنا عليه هنا في is ونحن نعرفين قولنا من شوية طبعا في المحادثة قلنا am is or are بعضهم الفعل في ing محمود is get getting gets are getting طبعا سيكون محمود is is getting is getting ready for the cancer number five you want some help احنا قولنا عشان نعرض مساعدة على واحدة قوله can i help you أو السؤال التاني هو does you want some help do you want some help are you want some help have you want some help طبعا بما ان هنا بما موجود بما ان في عندنا الضمير you اذا نختار له اما do or are or have طبعا نختار ناخد واحدة واحدة منهم طبعا دص بعدها هي او شيء مش تبقنا خالص نشوف have have لازم بعدها حاجة ما تصرفت هذه الفعل دي مش عنها دلوقتي خالص are or 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 هل تريد بعد المساعدة؟ رقم 6 رقم 6 لما أردت في المحطة يوجد صندوق خلفك يوجد صندوق خلفك يوجد صندوق خلفك داخلك خلفك طبعاً هناك صندوق خلفك خلفك رقم 7 ماذا يوجد صندوق خلفك؟ في الآخر الصورة في المحطة لما لمسأت لهم ماذا يحدث هنا اللي بقرة هنا اللي بقرة هنا I've said what's going on in here what's going on in here what's taking on in here what's making on in here ايوه لماذا أردتم عليها الأستطيع أن الأمر ما جاء تشرح عذلك هناك عذلك عن الس bestimmاء لس من السبب عذلك بعد السبب ايوه وضعيه هناك بجانب النافذة اكتب فقرة من سبع قمل على الحفظة الموسيقية المدرسية نكتب القمل ونرجع تاني القمل القمل قلنا اكتب سبع قمل على الحفظة الموسيقية المدرسية سأقول last week الأسبوع الماضي طالما قلت last يبقى أي فعلة سأقوله في الماضي هنا last week الأسبوع الفائد أو الماضي my school gave أصلها give give يعطي أو يقدم give أعطى أو قدمت مدرستي قدمت a concert مدرستي my school gave a concert مدرستي قامت بتقديم حفلة موسيقية بعدين فالسطوب طبعا نبدأ الجملة بالحكابة الليتر وجملة أخيرة فالسطوب نقطة والجملة بصلنا كويس حنلاقي أول ساطر فيه المسافة والسطول اللي بعد كده نبدأ من الأول ساطر عادي last week and كما قلنا الأسبوع الفائد أو الماضي my school gave a concert the chorus sang a lot of songs كمت كورس حناخذ إن شاء الله برضو في الوحدة ديت في المدة أخر درست إن شاء الله the chorus معناها الفرق الغنائي الفرق الغنائي الفرق الغنائي sang غنت أصلاها sing واني قلنا sang لما قامت بأعطى the chorus sang a lot of songs الفرق الغنائية غنت الكثير من الأغاني a lot of songs mona was a saliest كمت صاليس نأخذها برضو عندنا في المنك بمعنى مغني منفرد أو عازف منفرد إن شاء الله نأخذها بعد شوية كمت عازف منفرد أو مغني منفرد يعني مغني منفرد يعني أنت كان للوحدة mona was a saliest مونا كانت مغنية منفردة عشان كانت تابعة الكورس the orchestra كمت برضو أركستر نأخذها إن شاء الله في الوحدة ديت بمعنى الفرقة الموسيقية the orchestra performed the orchestra performed music الفرقة الموسيقية أدت الموسيقى قدمت الموسيقى أحمد was a saliest on the violin أحمد كان عازفا منفردا على الكمانجا قلنا الصاليست عازف أو مغني منفرد the concert الحفلة ديت was great كانت رائعة جدا we were very happy كنا سعداء it was it تعدى الحفلة it was the heat of the evening برضو عندنا الجملة ديت في المنهج was the heat of the evening يعني كانت أكثر نجاحا في المساء يعني حققته نجاحا كبيرا في المساء هنا مطلوب سبعة جمل حنلاقي هنا نشوف الجمل كم جملة number one one two three four five six seven eight تمن جمل طبعا اكتف rearrange رتب الجمل number one عندك في كلمة I you can help لما رتب في محادثة can I help you can I help you ممكن أساعدك number two رقم اثنين a box there behind is you لما رتب برضو في المحادثة يوجد صندوق خلفك there بعدها is there is بعدهم مفرد هو a box بعد حرف الجاري behind بعدين you there is a box behind you there there is a box there is a box there is a box there is a box behind you behind you خلفك وبكذا نكون خلصنا لإذن one الدرس الأول من unit six الواحدة الستة أتمنى يكون عجبنا شرح وفيفنا الدرس لا ننساش نعمل لايك على الفيديو وسبسكراي في القناة ونفعل الجرس وشير مع الأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي شكرا للمشاهدة